في إشارة إلى سلسلة كبيرة لتهريب الوقود من إيران قال الصحيفة واشنطن بوس إن أفراداً من الحكومة الإيرانية والحرس الثوري يلعبون الدوراً رئيساً في تهريب الوقود الإيرانية إلى الصومال واليمن والصين والدول أخرى الصحيفة الأمريكية أشارت إلى طرق مختلفة لتهريب الوقود منها التحميل الليلي والخفيف في المياه الدولية الخليجية وتحميل الوقود من سفينة إلى أخرى عن طريق إيقاف نظام الكشف الآلي لتفادي التعقب وتهريب الوقود بإصدار مستندات مزورة لنقطة انطلاق الشحنات كما أكدت واشنطن بوس أن الأعمال غير القانونية لإيران في هذا المجال تكثفت منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات النفطية على طهران وذكرت الصحيفة نقلا عن بحارة وشهود بأنه فضلا عن تهريب الوقود الإيراني في البحر ليلا فأن هناك طريقة تهريب أخرى حيث كانت ناقلات الديزل تنطلق من إيران لكن يتم إزار مستندات مزورة لنقطة انطلاقها للتظاهر بأنها قادمة من العراق أو من الإمارات العربية المتحدة وفي إشارة إلى صعود القوات المسلحة الإيرانية على متن سفينة إسفالد برينيسيز هذا الصيف وضرب وتكبيل طاقم السفينة وتدمير معداتها نقلت واشنطن بوس عن أحد مهندسي السفينة قوله إن قائد القوة أبلغ طاقم السفينة إذا تحدث أحد أو أراد أن يفعل شيئا فسوف يقتل ووفقا لصحيفة واشنطن بوس فإن البحارة يرون أن الحرس الثوري والقراصنة كلاهما يشكل تهديدا ويقولون إن قوات الحرس الثوري حين تصعد إلى سفينة بدعوة تفتيش لا تتوقف عن تعذيب البحارة ولا تنزل إلا إذا دفع لهم القبطان عشرة آلاف دولار ووفق المراقبين فأن النظام الإيراني هو المتهم الأول باستخدام عائداته من النفط لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ودعم ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن